موسيقى ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا بسألك أين قلبه كم زمان يقول قلبك مع كنزك يعني الإنسان قلبه مع كنزه مع فلوسه فاللي حتف فلوسه سيغة في إدماراته وقلبه في إدماراته واللي حتف فلوسه في البنك قلبه في البنك واللي بيضرب في البورسة قلبه في البورسة كان كده دلوقتي صراحة الأمر بقى أسوأ من كده موسيقى أين قلبك قلبه في مهب الريح سبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى ما نلقاه إنه ولي ذلك مولاه حبيبي أخي أخي وقف وقف الليل الليل لنتساءل أي القلوب قلبك موسيقى موسيقى هل قلبك مازال جنينا في بطن الشهوات مازلت يا اسكين موسيقى تفكر ببطنك وفرجك موسيقى موسيقى مازلت يا مسكين موسيقى تعيش لمظهرك موسيقى 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 أن يخرج قلبك إلى أفضاء العبودية موسيقى 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 يرضي زيف مال زيف مال نشوة شهوة ونسيت ما وراءك يا مسكين انغلبت مواده الايمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما وانغلبت مواده النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا انتكاس القلب يعني ايه يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف بمعنى مافيش حاجة عنده اسمه معروف ومافيش حاجة اسمه عنده منكر اتمسح اللي التين دول من جوان يعني افعل كل ما حرم الله ويه تاني الحاجة التانية مالوش دعوة بالأوامر يعني وبالوالدين احسانا لا ما فيش احسان للوالدين طيب واقيموا الصلاة وهاتوا الزكالة ما فيش اقام الصلاة ولا اتيان للزكالة قال تعالى فلا صبك ولا صلى ولكن كذب وتولى ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا نسمي فيه انتكاسا انتكاس القلب من اهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية وذي موجودة عند ناس كتير على فكرة انتكاسة القلب تلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة انسان ما فيش احساس مجرب من الاحساس لو شاف واحد كفيف بيعد طريقه ويعد ضربه ما بيتحركش له ما ليش دعوه بيه حاجة التانية عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس ولا عياذ بالله ده اسم انتكاسة القلب ده قلب ده قلبك انت بتهرب ليه ده قلبك انت ده قلبك انت ده قلبك انت انت ده قلبك عايش بتدور ده قل ايه تشربين تركبين تفسح فين تنام ازاي تنام امتى تنام فين صاحب مين تتكلم مع مين غير تليفونات غير هو ده انت هو ده المنكوس يامنكوس 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 مش دوقتي حلوة السجود مش دوقتي حلوة السجود مش دوقتي حلوة القرب مش عشتي حلوة الانس باعتي كل ده باعتي كل ده ده ايه استبدلت ده بمقابل ايه الناس اللي حسة باليأس الناس اللي حسة بالملل الناس اللي حسة بالزهق الناس اللي حسة بالكآبة الناس اللي حسة بالضياع الناس اللي حسة بالألم مش قلتلكم نفسينا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان 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 العلاج بالإيمان يحتاجينها دي ألا بذكر الله يطفنئن القلوب الناس الناس اللي بيشتكوا لنقلوبهم مش مقمئمة لنقلوبهم مش مليانة قلوبهم قلقنا قلقنا على الدنيا وقلقنا على أولادهم وقلقنا على كل حاجة لأ مالهاش غير علاج واحد مالهاش غير حل واحد بذكر الله يطفن القلوب ألا بذكر الله يطفن القلوب قلبك مش هيتطمن غير بذكر ربنا حاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك متطمن ومليان خير ولو الدنيا اللي حصل فيها مش هتلاقي أي حاجة ولا تسأل فيها بذكر الله ألا بذكر الله يطفن القلوب قديني وعد وعهد دلوقتي اي دهي وعد وعهد دلوقتي قدام ربي صحوه تعالى اي دهي اهدمي انك تسلك الطريق الى الله يلا قد اي دك واقبل على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغها اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الهد وهي الهد متفق علي اي دهي